وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب مكاتبها في عموم المحافظات لتواصل مع المرشحين الفائزين لغرض إعلامهم بأنه بالإمكان مراجعة مجلس النواب لغرض إصدار هويات العضوية وذلك لتسهيل دخولهم إلى المجلس في الجلسة الأولى وتحدث أكبر أعضاء المجلس الجديد سنًا محمود المشهداني قائلاً أن مجلس النواب سعقد جلسته الأولى يوم التاسع من كانون الثاني لأداء اليمين الدستوري واختيار رئيس ونائبيه مبيناً أنه لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية وضاف أن الكتل البرلمانية ستسعى إلى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الأولى وفي حال لم نوفق في ذلك وكانت هناك مشاكل ولم تتفق الكتل لابد من وجود مخرج قانوني وهو ابقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية